من جانبه أكد رئيس منتدى البرلمانيين العرب لسكان والتنمية عبدالهادي القصبي أن القضية السكانية تعد خطرا داهما على معظم شعوب العالم وقال القصبي خلال الاقتماع السنوي للبرلمان العربي الأسيوي لسكان والتنمية أن الدولة المصرية تحملت أعباءا جساما واتخذت إجراءات عديدة كان آخرها إطلاق الرئيس السيسي المشروع القومي للأسرة المصرية للارتقاء بجودة حياة المواطن مجلس النواب المصري بيستضيف منتدى البرلمانيين العرب ومجموعة من ممثلي الدول الأفريقية والأسيوية والعربية بيأتي هذا الحدث الهام بعد إطلاق فخامة السيدة الرئيسة الفتاح السيسي مشروع تنمية الأسرة المصرية الحقيقة العالم أصبح كله دائرة ضيقة المشكلة اللي بتحصل في أي مكان في العالم بتؤثر في جميع الدول العالم اللي احنا بنتحدث فيه النهاردة قضية الزيادة السكانية اللي بتلتهم بالفعل لكل معدلات التنمية اللي موجودة وده يعني بيخلي التحديات ضخمة جدا احنا لسه بنتكلم يعني لو كلمنا عالميا الأعداد بتتضاعف أعداد السكان بتتضاعف لو كلمنا عربيا وإفريقيا أيضا الأعداد بتتضاعف ولو كلمنا على دولتنا مصر بنلاقي ان احنا 1920 كنا 13 مليون نسمة 2022 وصلنا 103 مليون نسمة